موسيقى 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 برزق بكل ما كنتمنى وكنا نعرف حياتك ويجب أن ترخلنا ويجب أن ترخلنا وردنا الحياة الطبيية يا ربي فيديو اليوم كباقي الفيديوهات مجموعة من استفاده غير يوميين سيأخذ وقت كثير فيديو طويلة ولهذا قمت بفديو غير مفيد وتحديث بأيات ونسبة له لك ديالي دياليته لا كانت شيئة أخرى فقط انه صبغة شعري ونقسم انه شيئة من طوله وبالنسبة للصبغة سوف نشارك سامعكم على انستغرام لا شارك سانش نفهد لفديو هذه لان كيف تفكت لكم ستتخذ وقت طويل و لا لا نعلم لكم على فديو أول شيئ و من شيئ التي تكون في كل مناسبة هي الرغايف المقليين و المعسلين فطريقة ديالي هم سهلة بالنسبة لطريقة تحديل انتم سترونها في نسبة للمقادر لدي 300 جرم دقيق و لدي ساشة الخميرة الحلوة و لدي ساشة سكر الفاني لدي بيضاء لدي ثمن واحد نسكه صغير 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 ديال الزبدة هكذا مدوبة و طبعا لا ننسى واحد معلقة صغيرة ديال الخل هكذا بشكير طبلينا للرغايف و شوية قبيصة ديال الملحة و واحد الراس معلقة صغيرة ديال السكر كنخلط لجينة ديالي نخلطها بالماء ديال المزهر و الماء دافي هكذا عادي يقدر يكون ماشي حتدا في لانه و ما تهمش انها تخمر لنا غير الخميرة ديال الحلوة هي اللي تتطلقها هكذا باش تتنفخها غير واحد شي شوية من بعد ان تنجمع لاجينة بهذه العناسير هذه كلها تندلكها شوية يعني ان ندلكها شوية بزاف ندلكها شوية غير هو ما تكونش قصحة او لا رطبة تكون بين و بين لاجينة تكون يعني بين و بين من بعد ان تنجمع لاجينة ديالي و نحصل على لاجينة متجنسة يعني كيف قلت لكم مقاسها مرتبة نشكل هكذا كويراس نقطعهم على قدل الجهة ديالي اللي سنطلقهم همانيس باش نصيبهم مرغيفة نحطهم على لاجينة بهكذا و نغطيهم بالبلاستيك باش يرتاحوا من بعد ما خليت لاجينة ترتاح تقريبا واحد نصف ساعة داب اخذت كل كورة و طلقتها هكذا طلقت لاجينة ديالي طبعا طلقتها بالمساعدة ديال ديالك و ارشيت عليها من فوق ميزينة ميزينة هي اللي تخليها تطلق يعني بسهولة و تزيد يعني تساعدها في انها تطلق مزيان 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 من بعد ما طلقتها سنشكل في حال الرغيفة تماما سنضي لاجينة ديالي من اليمين اليسار و من اليسار اليامين و كذلك او ثاني سنقلب من الجهة الاخرى بحالة سنسد الظرف ديالي طبعا الحال مره 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 ندفع بدل لك شي شوية يعني نطلقها هكذا شي شوية بدل لك من بعد سنشكل الظرف ديالي اللي سنحصل عليه و هذا الظرف وانيت سنخليه ارتاح لاجينة ثاني نجيب العجينة الاخرى و نشكلها على شكل الظرف اذا انا انا بغيت غير نوريكم طريقة كيف سنقطع هذا الظرف هذا يعني كيف سنقطعه بشكل الرغيفة فالطريقة سهلة كيف كتشوفوا من بعد ما قديتوا يعني سيبت الظرف ديالي يعني بحال الظرف ديالي اللي براجوة ديالي اللي براجوة ديالي الرغيفة بالنسبة للتربيعات من الاحسن قطعوهم ماشي بالجرر البيتزا لانه إلا كانت العجينة فيها بزاف ديال الميزينة فهذا تقطع فجنا بحالة يتورق تيجي في حال ميلفاي في حال العجينة بطفويتاي في حال من الاحسن قطعوه بالجرر اللي هو ديال الشبكية او لا قطعوه يعني بشيء اداة واحد اخرى اما بالنسبة لهذا الجرر البيتزا انا في صراحة بني قطعته في الأول ففي حالة حلات لي العجينة تصور رغيفة لا تحلوش لكم فاش تكونوا ساقليوهم لا تضيروش الميزينة بزاف ما تكتروهاش بزاف باش الجيلة تلصق على بعديتها تشد شي شوية وهكذا تقطعوه بالجرر البيتزا انا بالنسبة لي هنا مركزش على الشكل يانه كانت مزروبة خاصة نغير نصو برغايف ديالي طبعا الآن سنخليوهم يرتاحوا شي شوية عاد غد نقليوهم ومباشرة من بعد ما نقليوهم غد نفندوهم فهكتها في عسلة مدوبة نشدوا العسل ومدوبه انا بالنسبة للعسل دائما كان نصيبها في الطار يعني العسل ديالي السكر ونتقسمتها معكم في ذلك البلاغات الزنجلان في اللول ديال رمضان وبنسبة للزواق زوقتهم من فوق غير بالزنجلان بإمكانكم تزوقوهم بالكوكاو بأي حاجة بغيتوها من المكسارات اذا هنا سنبدأ نحط الحليوة ديالي ونحط الفقاس الحار بالنسبة للفقاس الحار ان شاء الله في فيديو واحد اخر نتقسم معكم الغوسات ديالو كيفاش تنصيبوه تنصيب الفقاس ديال الزيتون تنصيب الفقاس الحار وتنصيب حتى الفقاس ديال الفخوماج ان شاء الله من بعد نتقسم معكم الوصفة هنا كيفاش تشوفوه انه سنبغي نحط يعني سواء الفقاس او الحلوة ضروري من فرش البلاتويات ديالي انتو ما غادي تشوفه تريقا كيفاش كنفرش ليهم البلاستيك الغذائي ملتاة هكذا باش نحافظه لهم باش مايتخسرش ذكلماتيا ديال البلاتويات ديالي او ديال طبيسلات ديالي غادي ندوز باش نزو وقل كيكة الصغار ديالي اللي سيبتهم على شكل غاتوسواغي كنعرفو احنا غاتوسواغي اللي كيكون في البلاتويات اللي تنشيوه من الليباتيسخي تيكون على شكل كيكة صغيرين يعني بعد منهم تيكونوا على شكل كيكة صغيرين فلهذا انا فكرت انه ندير كيكة صغيرين على شكل غاتوسواغي عمرتهم الداخل بالشكلات بيتضوبتهم معاشي شوية ديال الزيت وعمرت بهم ذاك الهدخو اللي الفوق هكذا باش يجي فيهم منظر زوين او طبعا الحال الى بغيتو مثلا نديرو لهم سكر غلاسي من الفوق او تاني يجي شكل ديالهم زوين بالنسبة للطريقة والمقادير ديال هاد الكيكة هادي كيكة ديال الشكلات كنت تسبق لي شاركتها معاكم في الفيديو اللي قبل هذا مباشرة يطريقة سهلة هاد الكيكة صغير او المادلين صغير تيطيبوه غير بالزبدة ولكن ممكن انكم تعودوا الزيت بالزبدة سوف نزوق المادلين ديالي بالشكلات سوف نزوق غير الشكل ديالهم بشيطوني منظر زوين بالنسبة لهذا المادلين درتهم بالمقادير ديال الكيكة العادية مادلين ديال فاني اعتمت انه نديرهم هكذا يكون لون ديالهم ما بغيتش نديرهم ديال الشكلات لانه درت الكيكة صغيرين على شكل صواغي فهذا انا بغيت نخليهم ديال الفاني كونوا عادين نزوقهم بالشكلات من الفوق طريقة اللي كنغلف بها البلاتويات اللي سوف نقدم فيهم سواء الحلوة ولا شيء حاجة ديال الماكلة هكذا باش ما يتخسرش لماتياغ ديالهم كيف شفتوا قطعت الفيلم المونتر او البلاستيك الغذائي قطعتوا هكذا لا قد البلاتوي وما بانش مجاش بعيد هكذا هنحافظ على البلاتوي ديالي ويفوامني غدين سنسالي وغننهز الحلوة ديالي لان بعض المرات تنعرفوا الحلوات تكون فيها الزبدة وذلك الزبدة تتنزل على البلاتوي فالما كانت البلاتوي لاماتياغ دياله زوينة تتأكسد مع ذلك الزبدة ومع الزيت وتتحول اللون دياله وما تبقاش في اللون دياله الاصلي اللي يخدته في النهار الأول اذا هكذا كيف تشوفوا الحلوات ديالي زيما ما صيبت شيء حاجة ليه كثيره ما نويتش بثاف ديال الشكالات درت الحلوات ديالغريبة او ما يسمى بلاقطة اللي كنت حضرتها معاكم وليس حالة هذه اللي مصيبة بالزرارة درت هي عجينة وحدة درت منها جوج ديال الشكال درت منها الشكل اللي درت فيه سكر غلاسي من الفوق وشكل اخر قطعته بواحد المرشم ودرت من فوق منه زنجلان بيد وطبعا هذي كل مادلين سغيرات ديالشكلات اللي مصيبة لشكل حلوة ديالسواغي ودرت الحلوة لشكل ورده هي حلوة ديالشكلات درت فيها شكلات بيد ودرت فيها شكلات كحل وهكذا زوقتها من الفوق اذا بالنسبة لهذه الحلوة تقسمتها معاكم اليوم يازدالي على الانستغرام كان سهلا طريقة ديالها تنشدو الشكلات وتندوبوه وتنشدو اللوز او الكوكا وتنهرمشو وتنخلطوه مع ذلك الشكلات تنخويه في القلب ديالسيليكون ومن الفوق تنطحنو السابلي مع اللوز او الكوكا وتنخلطوه مع ناس لي اذا طبالة ديالي ديال عيد انا وجدتها كيف شويته شيش هيوات غير سهلة يعني وجدتهم غير فنطار ما مادرت ما كترت شزع مع بزافة الحاجات أدرت غير شحويات لهم خفافة كانت هذه الطبالة ديالي ديال العيد خفيفة سهلة يعني متى ما ما تعدبت فيها بزاف ما وجدت فيها بزاف تيال الحاجات توجد فيها غير شيء يوات لهم أخفافين وسهلين خاصة يعني في هذه الفترة هذه الحجر الصحيح نحن ممكن نجدوش حاجات كثيرة تندوز وقت طويل في الكوزينة فهوالينات تنقلبو غير على الحجر اللي هي سهلة طبعا الحال ما ننساش انه حتيت الاتاي وحتيت العصير ديالي ودابا طبعا واجدات ديالي نتمنى انه هاد الافكار اللي هي سهلة وبسيطة انها تكون فاتكم ولا وغير شي شوية نطلقوا في فيديو وحد اخرين ان شاء الله الى اللقاء